أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم عاوزين نخصص هذا الوقت من أجل الصلاة من أجل كل الاحتياجات والطلبات اللي ابتصلنا سواء عن طريق البرامج أو عن طريق التواصل الاجتماعي خلينا أقول في البداية أنه كل طلبة صلاة بتكتبوها أو بتبعتوها منوخدها مأخذ الجد وحابب أشجعكوا أنه في جيش من المصلين اللي بيرفعوا كل هذه الطلبات وكل هذه الاحتياجات شخصياً يعني كل طلبة بطلبتها فبحب أشجعك أنه إلهنا حي إلهنا موجود وهو القادر على كل شي في كلمة الله مكتوب في رسالة يعقوب الأصحاح الخامس صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفى تشفوا طلبة البار تقتدر كثيراً في فعلها الصلاة المقتدرة وهون بيتكلم عن شخصية عظيمة جداً شخصية إليا ولألا نظن أنه هو سوبرمان يصف الرسول يعقوب قائلاً كان إليا تحت الآلام مثلنا شو اللي ميزه؟ صلة وهي الصلاة عفواً هذه الصلاة اللي هي فتحة السماء اللي هي جلبت المطر ونزلت النار هذه الصلوات اللي كان بيستخدمها رجل الله العظيم لأنه كان مليان بحضور الله كان مليان بكلمة الله وكان رجل مقدس يستطيع أن يصلي والله يستجيب طلباته وصلواته لكن الكتاب المقدس بيشجعنا أنه نصلي مثل إليا صلوات الإيمان صلاة الإيمان تشفي المريض وطلبة البار تقتدر كثيراً في فعلها فيها قوة ديناميكية فعالة مغيرة مؤثرة لابد أن تلمس كل الاحتياجات ونعارف أنه في طلبات كتير كتير أنا رح أذكر البعض منها لكن اتأكد أنه كل طلبة مرفوعة في الصلاة ونحن نؤمن بإله حي القادر على كل شيء هو موجود ونحن نصلي بالإيمان باسم الرب يسوع المسيح ونصلي لمجد الله حسب ما شئته لأنه الله هو اللي طلب مننا أن نرفع الصلاة أطلبه تجده فاحنا رح نطلب في اسم الرب يسوع المسيح وإنت عم تسمع هاي الصلوات إذا فيه أي احتياج إذا فيه أي طلبة إبعتها وفي نفس الوقت حط إيدك على قلبك أو ارفع يدك وقال له يا رب أنت عارف وضعي أنت عارف ظرفي أنت عارف كل الأمور اللي أنا بمر فيها لمجد اسمك استجب كل طلبي وكل صلاة خلينا أبتدي في الأخ محجوب بوكوبا بصلي باسم يسوع المسيح صلاة من أجل الرزق لأنه عم بمر في ظروف صعبة أخ محجوب إحنا أوردي بلشنا ابتدينا نصلي من أجلك في اسم الرب يسوع مكتوب إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي ويسدد جميع احتياجاتك بحسب غناء في المجد في المسيح يسوع فينا تطلب صلاة من أجل الأولاد تركين البيت ربنا يردهم ورجعهم في حرب شرسة على بيتي يا أختي في حرب شديدة على كل الأسر وعلى كل البيوت وإحنا اليوم نعلن إنه الرب يفك كل أسر ويحرر كل أسرة ويسترد كل مسلوب ويعوض تعوضات غير عادية وأولادنا وبناتنا يكونوا تلميذ للرب ويرجعوا للبيوت وينموا يترعرعوا بمخافة الرب وفي محبة الرب براكي هاشمي بصلي إنه من أجل العيلة حتى يحل سلام المسيح في وسطنا آمين آروس ديمريان أنا محتاج إلى كلام يريح نفسي حيث أمر بضائقة نفسية من خمس شهور مات أخي وماتت أمي صعب الواحد يعني يوصف الألم اللي بتمر فيه ربنا يعزيك وربنا يشجعيك وشجعك وما في أي شخص في الدنيا يستطيع أن يشجعك أكثر من الرب نفسه مكتوب لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم إحنا عنا رجاء في المسيح ومكتوب أيضا عزيز في عيني الرب موت أطقياهي انت فقدت شيء غالي جدا زوج وأم ودول يعتبروا يمكن أغلى شيء مع الأولاد في الحياة ربنا يعوضك وربنا يباركك وربنا يشجعك ويعزيك بتعزيات الروح القدس ردوان أبو خضرة صلاة من أجل زوجتي أن تقبل المسيح في حياتها مع أنها تؤمن بي لكن تقصد إيمان فعلي والرب يبارك خدمتك أمين أخ ردوان ممدوح صلي من أجل أسرتي لأنه محتاج الأسرة وجود الله آميني أخ ممدوح في اسم الرب يسوع فرح الرب قوتي هذا الاسم اللي محتوط بتطلب صلاة من أجل روزين ورامي جوزها وطفلهم الرب يحميهم ويستر عليهم بدمهم ويكون حضور الرب في بيتهم يعيش طفلهم في صحة نفسية وروحية ونمو ويبقى عنده رغبة وشهية مفتوحة للأكل إحنا منصلي الرب يزيل أي تعب أي مرض وأنه الرب يجيب الهدوء في البيت ما يكونش أي كلمات صعبة أو شتايم أو كلمات سلبية أو نقط سلبية لكن قوة مثل ما طلبتي وسلام وفرح يملأ قلوب كل الأسرة ويهدي الأعصاب في اسم الرب يسوع المسيح سعد تادرس بيطلب صلاة من أجل ابني أنه ربنا يمن عليه بالنسل الصالح آمين في اسم الرب يسوع منصلي هذا العام أنه الرب يعطيه النسل الصالح بوكيم حسين صلوا لأجلي ولا أجل أسرتي آمين أخوي بوكيم رح نصلي من أجلك ومن أجل أسرتك فادية صلوا لأجلي ومن أجل سلام بيتنا الداخل وسلام في قلوب أولادنا وربنا يلمس جميع القلوب ويهدينا ويهدينا إلى ملكوته آمين في اسم الرب يسوع أميرة من أجل أسرة أختها المتزوجة اللي بتعاني من مشاكل صعبة في زواجها الرب يكسر كل أرواح شريرة وكل سهام ملتهبة ضد أي تفكك أسره أو مشاكل زوجية الرب يحلها اليوم في اسم الرب يسوع ويعمل معجزات لمجده في اسم الرب يسوع سامويل الخراط طلبة صلاة من أجل أسرتي شو أعمل هل هناك خصوصية في التواصل أكيد فيه فوت طبعا على الخاص في الفيسبوك وأكيد بكل سرور رح نكون معاك وكل شخص بيتواصل معان على الخاص اعرف إنه إنه سرية تامة وإنه أي طلبة إحنا بنخدها بكل أهمية مو مو أرسكي الاسم صعب شوي لكن أريد منكم الصلاة على أولادي أكيد أخ أرسكي رح نرفعك بالصلاة على ما يبدو يمكن أرجح أنت من الجزائر ربنا يحميك وربنا يباركك بعدين واجي أبو وكلام طلبة صلاة لأنني بمر في أزمة مالية آمين الرب يسدد كل احتياجاتك ويفتح أبواب العمل في اسم الرب يسوع المسيح كمال كامل نصلي من أجل ابن كاميل علاقته متوترة بإخواته وبسبب زوجته صار القلب بيتقس علينا لكن منصلي أنه الرب يفك كل هاي الظروف والرب يحل هذا البيت المفكك إحنا معاك في الصلاة آمين يعني في طلبات كتير بحب أشجعك أنه إحنا رح نرفعك يا أخ كمال في اسم الرب يسوع كل ذكر طلبته في الطلبات والتفاصيل الكتير رح نرفعها في اسم الرب يسوع المسيح بولا أسكروا مينا ابني وزوجته وابني يوسف خمس سنوات متجوز وست سنوات أربع سنين في مشاكل للأسف رافع لي قضايا في دبي ومتبهدل وماخد قرود ومحامين إلى آخره نفس المشاكل إحنا منصلي في اسم الرب يسوع يكسر كل المشاكل الزوجية حلها والأسر المتفككة الرب يرجعها وكل اللي بيسمعونا بشاهدونا بليز يعني على الفيسبوك حطوا صلاة ارفعوا طلبات صلاة شاركوني معي في الصلاة يعني اقولوا احنا منرفع معاك في الصلاة من أجل كل هذه الاحتياجات اللي عم تسمعوا حتى يشعروا انه في عيلة عيلة الرب اللي منرفع أحدنا الآخر في الصلاة وبرجع بذكركم ان الصلاة لمجد الرب حسب مشيئة الرب وهي الصلاوات حسب مشيئة الرب لانه غرض الله مش الفيسبوك من فضلكو مرثى صلاة من أجل الأسرتين إبليس برضو يريد تفكك الأسر نفس المشاكل من خلال إزابيل الشريرة بتتكلم عن روح إزابيل اللي عاوزة يعني تدخل الأسر وتهدمها وانه تفقدها لأ في اسم الرب يسوع أما أنا وبيتي فنعبد الرب بيتك للرب يا أخت مرثى ريمون صلاة من أجل عائلتي آمين في اسم الرب يسوع نعيم صلاة من أجل ومن أجل بيتي بالكامل آمين في اسم الرب لاحظ كل الصلوات عيلي أو البيت أو الأسرة مكدي أبو مدونة محتاج صلاة من أجل عيلتي علشان وقعين في تجربة شديدة وكل حاجة ضاعت منها في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع منرفع العيلة رأقول عندي مشاكل كتير وكبير أرجو الصلاة إيمان أرجو الصلاة وبشدة من أجلي لكي ما يفشل الرب كل حياة الإبليس الملتهبة ناحيتنا لأنه أنا سمعت الخدمة لمست نفسي كنت فعلا في حاجة أن أسمع هذا الكلام طبعا أكيد تتكلم عن موضوع العيلة في اسم الرب يسوع إرادة الله إنه لا تكسر العيلة وعد الرب عهد الرب وجود الرب كلمة الرب روح الرب موعيد الرب كلها بتثبت إنه الله وعدنا وإحنا بنتمسك في الوعد إنه عائلاتنا ملك الرب يسوع المسيح ربيعي تقاوي صلاة من أجل قوة في حياة الروحية وتسهيل الصفر والرب يعود تعب محبتكو الرب يزلل كل صعوبة ويفتح أمامك كل طلبة صلاة هيك مستجابة في اسم الرب يسوع أخوي ربيعي تقاوي ميسون صلاة من أجل ابني كرم عصام متخرج من الكلية عمر 29 بدون زواج يلا ربنا يعينك ويعطيك بنت الحلال متل ما طلبت والرب يعطيك بنت من عند الرب ربنا يعينك في هالموضوع ميلاد صلاة لأجل أم شنودة وأهلها حتى الرب يعمل في قلوبهم نغيرهم آمين في اسم الرب يسوع نادية صلاة من أجل عيلتي من أجل أولادي آمين في اسم الرب يسوع نستمر من أجل العائلات ريتشي ريتشل من فضلكم أحب تصلوا من أجل أسرتي وشكرا يعني كل الصلوات تلاحظته عم بتدور من أجل العيل وهنا يعني تقريبا معظم الطلبات اللي شايفها بتتمحور حول صلاة من أجل السلام والشفاء الأسرين مرسى لبيب إخوات الأبطال محتاجة صلاة من أجل الابني باسم ابني رايح ياخد التطعيم ربنا يحميه وربنا لا يسمح بأي عوارض في اسم الرب يسوع من أجل الشغل كمان بتاعه موقوف الرب يفتحها عليك من كل النواحي ويفرجها عليك إن شاء الله في اسم الرب يسوع نادية من فضلك صلي من أجل أسرة نعيم الرب يلم الشمل ويبعد محاربات إبليس عن العيلة آمين من أجل ابن مايكل وزوجته نصلي حتى الرب يفتح عيون وقلب زوجته حتى تعرف إنه الله أعطاها نعم كثيرة ولم تكون أمين عليها إحنا ما بنندين بالكلام هون إحنا بننصلي آمين رح نرفع بالصلاة من أجل قلب جديد من أجل حكم من أجل رحمة حتى يوقفوا مع بعض في اسم الرب يسوع الشفاء للأسرة آمين عصام حسني صلاة لأسرتي الباب حتى يفتح كل باب مغلق في الخدمة أو الشغل وتزديد الاحتياجات آمين آمين في اسم الرب يسوع جرجس عندي مشاكل كتير مع ابن ومراتي وفي شغل وحياتي وعليه ديون غرقان وشغل واقف وعمل حزين وتعيس ربنا يفرجها عليك ربنا يفرحك وربنا يبعد عنك كل انزعاش في اسم الرب يسوع وربنا يملأك بالفرح والسرور ويغمر حياتك بالمحبة ويعود لك تعويض غير عادي وتشوف الخير والفرج والبركة في اسم الرب يسوع المسيح دي جمال أنا مسيحي من الجزائر من عامين أمر بمرحلة صعبة جداً زوجتي مريضة بسرطان ألم وهي الآن في المستشفى أولاد التلات تنقصوا من رعاية أنا لا أعمل على الدوام أطلب صلاة خاصة من أجل عيلتي رغم أن نعيش في وسط مجتمع إسلامي حتى الرب يحميهن من كل هجمات إبليس الرب يسوع قادر على كل شيء يا رب أنا برفع أخوي دي جمال في الجزائر من أجل أولاده التلاتي حافظ عليهم احميهم وعطيهم نعمة في عينيك برفع زوجته مريضة في السرطان في اسم الرب يسوع منكسر شوكة هذا السرطان وكل ضعف وكل مرض في قوة حضور الرب يسوع لأن روحك القدوس لا تحد أي مسافات وكل المرضى اللي بيشاهدونا كل مريض بيشاهدنا وبالذات السرطان وأي مريض ارفع يدك بصلي في اسم الرب يسوع تمد يمينك على كل يد مرتفعة تشفي كل ضعف وكل مرض وتشفي كل سرطان لأنك أنت الرب شافينا يا من أخدت أسقامنا وحملت أمراضنا نعلن أننا بجلدتك شفينا في اسم الرب يسوع المسيح آمين يوليوس صلاة من أجل التحرر من الكسل خمول الزهن قيادة بالروح آمين في اسم الرب يسوع الإهمال هي مشكلة المشاكل وخطر المخاطر الرب يحميك تتحرر من الكسل في اسم الرب يسوع هاني شنودة صلاة من أجل أسرتي توماس ومريا وأولادي ويكونوا خدام وببشرية ربنا يهتم بأولادك وبعيلتك اهتم بالرب والرب رح يهتم بعيلتك في اسم الرب يسوع شيري صلوا لأجلي منمر أنا وزوجي بظروف صعبة مادية ضائقة صلوا لأجل بيتنا حتى خطط الشيطان تفشل لأنه عاوز يدمر البيت وأنا متمسكة بإلهي آمين بالإيمان بالإيمان طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها صلاة الإيمان تشفي المريض صلاة الإيمان تقول لهذا الجبل لهذا المستحيل انتقل فيطيع في اسم الرب يسوع المسيح سهيلة عندها مشاكل من أجل ابن يوسف عنده مشاكل أسرية آمين في اسم الرب يسوع أن منصلي من أجل حياة الروحية اللي بتمر في برودة روحية وضع على كتير ناس في هذه الأيام وبسبب التفكك والانقسام الأسر والضغوط والمرض والأوجاع كله في اسم الرب يسوع بركة مضاعفة على كل هاي الطلبات من أجل بنتي وابني في اسم الرب يسوع مرفهة صلاة من أجل سلام أسرتي آمين في اسم الرب يسوع حتى يمتل من الروح القدس نرمين صلوا من أجل صلاة حياتي وجوزي في اسم الرب يسوع موهي موسى من أجلي ومن أجل أسرتي لأنني معذب كما أرجو الاهتمام برسالته والاتصال بي حاضر التيم اللي بيسمعنا من فضلك التواصل مع الأخ موهي موسى في اسم الرب يسوع نفرتيتي صلوا من أجل التوفيق في المشروع اللي طالت فترته كي يكللوا بالنجاح وأولادي في اسم الرب يسوع أشرف أنا وقعته رجلة كسرت الرب يشفي عظمك وكل كسر ويباركك حبيب ويعطيك الشفاء السريع عبد الإله سلام المسيح أخ الفاضل أرجوك صلي الأجلي الآن فقدت عمل وظروف صعبة يا رب يملأ إلهي جميع احتياجاتك بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع مزغة صلاة من أجل عيلتي بتمر بالمشاكل آمين مزغة بربر في اسم الرب يسوع الرب يحميكو والرب يحرر من كل مشاكل في اسم الرب يسوع حنة طلب صلاة من أجل وأجل صديق ليه جزء أخته الرب يفتح أبواب العمل في اسم الرب يسوع إفون حياتي كلها وجعوا محد الجنبي بمرفدقات يسوع معك ها أنا معكم كل الأيام إن كان الله معنا فمن علينا اتمسك في هذا الوعد يسوع معك حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك الرب معنا فإذن اتمسك في الرب وصلي وإحنا معاك في الصلاة والرب يتمجد في ليدي ديو أنا مريضة ممكن صلاة علي آمين في اسم الرب يسوع وائل عزيزة بركة على حياتك أحبات الغاليين الصلاة من أجل عندي حصوة شوكية بالمرارة حتى تنزل تنزل أوجاع في اسم الرب يسوع بنرفع هاي الطلبة حتى الله يتمجد ويعطي الشفاء الكامل في اسم الرب يسوع اسكندر فؤاد صلاة من أجل زوجتي عندها جلطات في المخ وصلاة من أجل الضيقات يا رب يسوع مد يمينك الشافية على زوجته وتمجد في شفاءها في اسم الرب يسوع آمين تهاني صلوا لأجلنا ماما راحة السماء وإحنا تعبنين مش قادرين نتحمل ألم الفراق يعني طبعا صعب صعب كتير صلوا كمان لأجل أختي وبنتها وفي بويلانا مخدين كورونا يا رب تشفي وتحمي لكن يا رب وإحنا منصلم من أجل تهاني أنك تعزيها بتعزيات السماء وقف جنبها سدت جميع احتياجاتها وغمرها بحضورك وبمحبتك وانتحاوتها برحمتك في اسم الرب يسوع مكاريوس فوزي صلي من أجل ربنا يفرح قلبي ويحقق لي في قلبي آمين آمين ميلاد اذكروني في صلواتكو وابني الرب يعود اذكر بنتي ربني يعودها عن الحمل اللي نزل يا رب يسوع يعطيها هاي السنة الخلفة الصالحة ويعودك آمين أنا بطلب صلاة من أجل زوج لأنه بشك في أنه في علاقة بينه بين الزملاء في العمل مش هكمل بس بتكمل تقول أنا من أسرة مسيحية حقيقية وأخوي كاهن وتربينه وإحنا صغرين على خوف رب المجد لكن بيجتمني يا رب يسوع يكسر كل شكوك يخرج مثل النور برك وحقكي مثل الظهيرة يعني الرب هو اللي بدافع عنك لكن حاول بقدر الإمكان إنه ترطبت أكتر مع جوزك وحتى تلاشي كل هاي المخاوف والشكوك في اسم الرب يسوع الله محبة بطلب صلاة لأجل رفع الظلم من أجل المحاربات من أقرب الناس خيان من أشخاص أحببناهم ربنا يعودك وربنا يهتم بكل احتياجاتك جورج مشاكل مع امراض مش بتخلص أرجو الصلاة يا رب يتدخل أنا الأخ نهاد جعفر من سوريا مدينة عفرين الكردية صلوا لي أخي من أجل خروجنا من سوريا لأنه الوضع لا يحتمل والأخص مدينتنا محتلة من قبل مرتزقة وتركية وتزديد الرب يحميكم أنا عارف هاي المنطقة عارف كويس الرب يحمي كل المؤمنين في عفرين يعني فيها ثلاث كنائس كبار كلها من العابرين إحنا بنتكلم عن مئات مئات إذا مش آلاف من المؤمنين في البلد وحدة اللي بيحب الرب يسوع الرب يسهل أخي نهاد عزة من أجل ابني امتحان إلى آخره والمراهقة ربنا يمسكه ويربه في مخافة الرب جورج من أجل أختي اسمها مدلين أصيبك بمرض ILS وقد شلها تماما رب يشفيها أمين إحنا منتفق معك من أجل شفاءها صلاة لأخي مريض نفسيا الرب يزيل كل كآبة وكل مشاكل جسدية ونفسية وروحية أيضا في اسم الرب يسوع من ظهرة الظهور طلب طلب صلاة ضروري ضروري من أجل زواجي لو سمحت أذكرني في صلاتك أطلب من الرب أنه يستمع لي وتضرعاتي أنا الرب يسوع من عنده من عنده في اسم الرب يسوع المسيح أيمن اذكرنا في صلاتك لأجل شفاء وفق ضيق آمين في اسم الرب يسوع هيام محتاجة طلب الصلاة من أجل هيام الرب يسوع ودائما فكرة في المسيح والأبدي وبرشم الصليب آمين بس بالإيمان رشم الصليب بس بالإيمان لأنه نحن نؤمن في التالوت الأقدس الآب اللي اختارنا ويسوع اللي فدانا والروح القدس اللي ختمنا هذا الخلاص الكامل الرب يحميك والرب يباركك آمين ورافدين ولادك يرافدين الجواز الرب يدخل سامية أنا مريضة وعندي ابن مزود التعب وبعمل أسوأ معامله الله يلمسه ويخلصه فش أصعب من الأولاد والزوج الصعب في البيد من النكدية الرب يحمينا من كل النكد في اسم الرب يسوع المسيح فايزة أنا أرملة معيلة ولدي مشاكل كتير وعاجزة عن حل أي منها في إله في إله كلمة حلوة يستخدموها في مصر ربنا موجود هي كلمة كتابية نؤمن أنه موجود وأنه يجازي يكافئ الذين يطلبونه ربنا موجود ربنا موجود صمير كامل تعبان والدنيا ضاقت رب يبعد كل سلبية ورب هيك فرح أبدي على رؤوسهم كما يقول الكتاب بعدين في طلبات عن طريق الفيسبوك سوزان أنا وزوجه وابنه وبنتي سوسو صلاة مستعجل ضروري لخروج ابني من ضيقته سامية صلاة من أجل أولادي عبد السيد من أجل مشكلة لابني عبد البرسوم عاد البرسوم بنتي مخطوبة صلي أنه رب من أجله أمينا كورولوس فكت ضيقة ويتفرح بالأولاد باسمة استشارة الروح القدس لا أعرف كيف الطريق وصار سنتين وصلي وإحيانا يكون حسن وأكتان سيء في البيت ومع الكل في اسم الرب يسوع هذا اليوم هو يوم خلاص كل ما عليك واللي بيسمعوني كمان هل أنت فعلا مش متأكد من أبديتك هل أنت شاكك أنه لا سمح الله لو مدت الآن مش عارف مصيرك الرب وعدنا أنه الذي يؤمن بالمسيح له حياة أبدية والرب وعد الحق الحق أقول لكم كل من يؤمن بكلامي مكتوبة لا أخرجه خارجا إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة بتحب تصلي شو رأيك إذا أنت متردد وإذا أنت مش عارف الطريق وإذا أنت عندك شكوك وإذا أنت بتصلي وحاسس ما فيش استجابات صلاة اليوم عاوس طعت حياتك للرب يسوع المسيح صلي عيد هاي الصلاة من وراي قل له يا رب يسوع ما تستحي صليها يا رب يسوع أنا جاي لك مثل ما أنا سامحني على كل خطية طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم اقبلني لمجد اسمك يا رب يسوع أنا بدعوك الآن إلى حياتي حتى تكون ربي ومخلصي سيدي وملكي يا رب يسوع أنا الآن أقبلك بالإيمان ساعدني وأكد لي هذا الخلاص وأنا بشكرك لأنك أنت غفرت خطياي على الصليم أنت اليوم ربي ومخلصي وأنا بحب أكد لك إذا أنت صليت من قلبك كلمات بسيطة ما فيهاش تعقيد اتأكد إنه اسمك تكتب في سفر الحياة فإذا أنت صليت اكتب هيك جملة صغيرة وقول أنا صليت معك صلاة الخلاص والرب يبارككو حبائي في كتير طلبات طبعا من أجل بنتي من أجل ساهر حتى تخرج تخرج و آه سوري من أجل بنتي تخرج بدون علمي ولا تقول إيه وين ولا ترد على تلفونات عندما أرسلها أكتب لها بتهددني دايما بالخروج من البيت هذا وضع صعب يا رب بصلي أنك تحاصر بنته الآن تلمس حياتها بقوة الروح القدس وتردها للأسرة وترد كل الأولاد اللي ترى كل بيوت يا رب اترجعهم لم الشمل يا رب وأنه بيوت تعبدك وترفع اسمك وتمجدك استجب يا رب لما بيبعت الأخ ساهر المرة جاي يكون أنه الرب استجاب هذه الطلبة في اسم الرب يسوع أمين ظريف من أجل بنت اليوم حتروح الدكتور وتعرف التحليل والفاتورة في اسم الرب يسوع شفاء وبركة وتزديد كل الاحتياج ستارفو شابة صلاة لابني حتى يجد عمل آمين في اسم الرب يسوع سيلفيا من أجل ابني حتى يرجع للبيت والرب يحافظ عليه وتزديح دياد آمين كمان الرب يرجع مثل ما صلينا مباسم من أجل حفيدي في اسم الرب يسوع يتمجد ويشفيه رؤية من أجل ابنتي حتى الرب يسوع يشفيها بقوة غير منتظر حداد صلاة لي أنا مريضة وأيضا عندي محكمة في اسم الرب يسوع الرب يرد ويعطيك البر ويعطيك الشفاء جورجيت لأجل كلوي حفيدي عندها متحنات في اسم الرب يسوع وأخيرا بيبو يوسف كتب في الإنجليز I pray for my daughter Christina she don't believe nothing she's far from Jesus please pray for her let Jesus touch her heart احنا منصلي من أجل بنته لبيبو أنه الرب يلمس قلبها وتيجي للإيمان يا رب يسوع أنا برفع كل هذه الطلبات بين إيديك أنت يا رب ما في طلب لا صغيرة ولا كبيرة أنت اللي بتشفي من السرطان أنت اللي بتحرر من قيود العبدية أنت اللي بتشفي كل ضعف وكل مرض أنت اللي بتسدد الاحتياج أنت اللي بتسترد المسلوب أنت اللي بتعود أنت اللي بترد الأسر المتفككة أنت اللي بتبني البيوت أنت اللي بتبارك بغنى كل هذه الطلبات منرفعها في اسم الرب يسوع المسيح ولك كل المجد آمين 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 والرب يبارككم ترجمة نانسي قنقر